العميد بأن يتوسع هذا المدى ذكرت بأنه ممكن أن يكون دائرة الاستهدافات أو ما قاله الشيخ نعيم قاسم الإيلام ممكن أن يكون أكبر أبعد على ماذا يعتمد؟ عندما نصل إلى منزل مقر إقامة نتنيا رئيس وزراء إسرائيل لأول مرة في تاريخ هذا الكيان منذ سنة 48 حتى اليوم يتعرض رئيس وزراء هذا الكيان لمحاولة اغتياله هناك توتر كبير في إسرائيل اليوم صرح الأعلام الإسرائيلي أن لو كان نتنياهو في المنزل لقتل. اليوم الأعلام الإسرائيلي صرح هذا التصريح بعدين نلاحظ برجع بعيدة أن ألتع على هذه القناة. الطائرة المسيرة التي أصابت المنزل أصابت واجهة زجاجية ومحجوبة بأشجار يعني هذه الطائرة تعرف وجهت لمكان محدد في هذا المنزل وليس إلى البقعة. يعني هي ليست رسالة. هي محاولة اغتيال فعلية عندما تصل المقاومة إلى هذا الحد. يعني خلاص ما بقى في مكان آمن في كل إسرائيل. وهذه ضربة للمجتمع الإسرائيلي عندما يرى رئيس وزراءه معرض للخطر. ومحاولة اغتيال لرئيس الوزراء. فإذا لم يعد هناك أي شخص في إسرائيل أن يكون بأمان. ولم يعد هناك أي مكان آمن في إسرائيل. طيب يسأل سائل موضوع سيادة العميد بأن عندما يتم الحديث عن رشقات صاروخية عن صليات صاروخية. في البعض وخاصة موضوع القبة الحديدية تستطيع الوصول إلى أكثر من صواريخ اعتراضية في السماء. عدد هذه الصواريخ. يعني عندما يتم الحديث عن ثمانية صواريخ أو عشرة صواريخ. ما الذي يختلف؟ ولماذا تكون فعلا هناك صليات صاروخية بهذا العدد؟ تأكد أن هناك قبل اطلق هذه الصواريخ الدقيقة. الصواريخ الدقيقة ثمانية أو عشرة أو سبعة. تكونوا به العدد هذا. بس يكون قبل في صواريخ وفي طائرات مسيرة إشغالية لإشغال نظام الدفاع الجو الإسرائيلي لإلهائه بها. من بعدها تطلق هذه الصواريخ. وتأكد. وأسرائيل تقول أنها في بعض الصواريخ تصل. لأن القبة الحددية أظهرت أنها ليست فعالة بشكل كافي لكي تتصدى للصواريخ. وتأكيد على ذلك. هناك مشاهد تقول أن بعض الصواريخ وصلت إلى أهداف. شكرا جزيلا لك الخبير العسكر والاستراتيجي العميد مونير شحدي. شكرا جزيلا لك.